وخلينا أقول لكم حاجة كمان إنه عمر من نادي الأهلي عمر من نادي الأهلي بيدور على شماعش نعلق عليها أي حاجة أو يقول خسائر أو إيه اللي حصل ولكن الكرة الأخيرة اللي حصلت في المباراة وكلنا شفناها من جذب أحمد الأحمر لإبراهيم المصري الكرة دي كلنا شفناها وكلنا شفنا الصورة يعني لدرجة إن إبراهيم المصري وقع على ظهره لو كان العكس لو كان ده اللي حصل من نادي الأهلي والله كات الدنيا هتقوم مش هتقعد أهي كرة هي قيلة شاف إبراهيم المصري وقع إزاي معليش يا جماعة يدوها لتاني آه يعني بص إبراهيم المصري وقع إزاي بص كاف على ظهره إزاي دي وقع طبيعية مش وقع طبيعية لأن مين اللي مفروض هيقابل الدرح هو أكبر مدافع عنده الأقوى مدافع اللي هو إبراهيم المصري أو المصري لما يتشد إبراهيم المصري من ظهره كده عشان يقع على ظهره والله لو الكرة دي العكس واضحة واضحة مش محتاج تكلم مش محتاج تتكلم عنها كتير يعزبهم هاتكم وتشوفوها كمان يعني شوفوها وركزوا فاللح إبراهيم المصري بيندفع عشان يطلع إبراهيم المصري فين? وقع إبراهيم المصري وقع على ظهره طبعا اللي عايز وغيريكم من كل الزواجة من هاي أهي بص إبراهيم المصري؟ أهي أهي إبراهيم المصري فين؟ إبراهيم المصري أطول وأقوى مدافع وهو اللي طالع يقابل الدراحي راح فين وقع مين اللي شده أحمد الأحمر طيب لو الكرة دي العكس يا جماعة لو الكرة دي العكس كانت إيه اللي هيحصل كان هيتقال أصله واصله واصله قصة والحكاية والرواية ولكن نادي الأهلي والله أبدا إحنا هو السورة قدامنا إحنا خلاص يا جماعة خلاص إحنا كل اللي بنقوله إن إحنا ما بندورش على إحنا هنشتغل عن نفسنا وهنقول إحنا وعندنا 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 وهنشتغل نفسنا ونادي الأهلي ولو بس أنا بقول حاجة لو الأمر اتعكس بس لو الأمر اتعكس وكانت بس لون التشير تتغير واللعبة هي هي لا دا حتنا كنا هنسمع كلام كتير قوي ولا ايه كلام بطولات وانتو عارفين وحلال وكلام دا كله هنسمعه يعني ولكن اللقص دا اقوله ان النادي الأهلي كبير وانتوا لعيبة كبار وانتوا أنا كهيسم السعيد والله بقول لكم هذا الكلام من قلبي أنا فعلاً مقدر وبربط على أيديكم بقول لكم ما هي المكوش وما فيش إحباط والله يا أولاد والله وخليكم فاكرين كلمتي النهاردة 12 سبتمبر 2021 وهنيجي في يوم من الأيام أفكركم بدا وهنجيب الفيديو وأقولهلكم القرم ربنا هيجي جاي جاي كل ما تتعب وتكتهد وتأمل عليك صدقني ربنا هيكرمك وربنا هيدي لك احنا لازم مؤمنين وعارفين كل ما تتعب وكل ما تكتهد وكل ما تشتغل على الأخطائك كله جهاز فني والعبيد وتشوف وتطور من أدائك وتعطي دس أخطائك وتشوفها وتشتغل والله كرم ربنا لو جه مش هتدار تقول حاجة هتقول يا ربي هو أنا ربنا بيكرمني كده هون عملت ياش ربنا يكرمني كده ده هيحصل معاكم وهتمثلوا أنتوا الصغارين في السن وعندكم مهارات عالية وعندكم موهبة كبيرة جدا مش برأي أنا عندنا إصابة وعندنا إصابة تانية حصلت وإحنا في الملعب محصر رمضان وسيسة صاب في الملعب يعني عندنا وكستل وما كانش دخل يعني أصدأ أقول لكم أن إحنا عندنا إصابات ومع ذلك ومع ذلك كان شكلوهم كمين ما بالكوا بقى لو إحنا كاملين لو إحنا خدنا خبرات زيادة لا أنتوا بإذن الله خمس سنين قدام هتتسيادوا كرة الياد في مصر وخليكم فاكر الكلمة دي وياك في أنتوا فيكوا لعيبة وصلوا وخدوا بطولة عالم وثالث عالم يعني عندكم لعيبة شايفة الطعم المكسة بعرف يعني إيه المكسة كلنا ثقة فيكم ده كان كلام للجهاز الفني واللعبين للجمهور ندعم هذا الفريق ونقب جنبه إحنا النادي الأهلي ودايما جمهور النادي الأهلي هو الجسر اللي بنعدي به في كل أماكننا وكل طموحاتنا بتتحقق بجماهير النادي الأهلي ومسندة النادي الأهلي إحنا عندنا دوري جاي عندنا احتمال كبير أو نروح بطولة أبطال الدوري إن شاء الله منعرفش رقم الاتحاد الأفريقي كل الدعم لهذا الفريق كل الدعم وكل الدعم وكل الثقة مش دعم بس والثقة كمان لهذا الفريق إن انتوا إن شاء الله تقدرين على كتاب التاريخ الجديد وسطر الجديد في كرة اليد المصري